عطارد في برج الأسد يضع تاجا ثانيا على الأسد الواثق من نفسه عطارد يجعلك سيد المحادثة وبهذا تأثر مستمعيك تماما يعتبر عطارد الأسد أكثر تنظيما وتصميما من برج الأسد العادي وهذا يسهل علينا متابعة الأمور خاصة في العمل إن جاذبيتك المتفائلة وإقناعك وقدرتك على تحفيز الآخرين تجعلك قائدا كمدرس أو مدرب يمكن أيضا توجيه طلابك بنجاح نحو أهدافهم لكن في بعض الأحيان تتجاوز العلامة لذلك تأكد من عدم تطبيقه بشكل كثيف جدا يمكن تفسير هذا بسرعة على أنه تفاخر عطارد إلى برج الأسد في الثاني من يوليو 2024 وهذا يعني شحنة مضاعفة من طاقة هذا الكوكب والتي تمثل الفطنة التجارية وقوة اتخاذ القرار والتواصل فهو يتأكد من تحويل طاقة علامة البرج التي يسافر من خلالها إلى الخارج بشكل خاص إن طاقة برج الأسد المرحة والحيوية للغاية لها الآن تأثير كبير بشكل خاص على جميع علامات الأبراش إنهم مليئون بالسحر وهم في أفضل مزاج غزلي أنت تجذب الجميع لأن الكاريزمة التي تتمتع بها لا تقاوم من الآن فصاعدا ستتولى القيادة في المنزل شريك أطفال أو والديك سوف تنال الآن الحب والاهتمام من الجميع وهذا بلسم للروح يقوم عطارت في برج الأسد بإبراز كل ما بداخلك مثل التواصل والعواطف يمكنك تحويل الدواخل الخاصة بك إلى الخارج دون أدنى تلميح للخوف مع وجود عطارت في الأسد الآن أنت متحمسا بشكل خاص التواصل أفضل من أي وقت مضى والجميع يعلقون على كل كلمة لذا كن حذيرا فيما تقوله إن تأثيرك على الآخرين أصبح عظيما بشكل خاص الآن لمن يعمل سرا على مشروع إبداعي قريب من قلبه لا تدع نفسك تتأخر واستمر في فعل ما تفعله فالنجاح مضمون وتحظى بشعبية خاصة بين فريق عملك وأصدقائك الآن يمكنك تسليط الضوء على ذلك فأنت تستحق تسليط الضوء عليه كل ما تفعله سيتم الآن استقباله بشكل جيد للغاية وستحصل أخيرا على التقدير الذي تستحقه الآن تدور بحرية سواء كانت قصة حب رومانسية أو علاقة عاطفية فإن طاقتها الجنسية تأثر الجميع الأسد هو عكس برج الدلو تماما لكن طاقته تشعل نارا خاصة بداخلك الآن لديك أخيرا الشجاعة لتقديم مطالب في علاقتك الآن أحصل على ما تريد سواء في العمل أو في حياتك الخاصة أنت تأخذ زمام المبادرة وهذا أمر يلقى استحسان الجميع